أعطم إلي كل من الخبير في شؤون الشرق الأوسط أليف صباغ مرحبا بك والباحث والمحل السياسي محمد المذحجي أهلا بك أستاذ محمد أستاذ أليف أبدأ معك لنتحدث أكثر حول هذا التقرير ما هو تعليقك على هذا التقرير وكأن هذا اعتراف غير مباشر من إسرائيل لغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة يعني التقرير الإسرائيلي ليس مفاجعا وهو تقرير موجود في الأرشيفات الأرشيف المخابرات منذ فترة طويلة لأن كل عالم نووي وكل طالب فيزياء يتخصص في فيزياء نووية في أي جامعة غربية اسمه موجود في قائمة من تريد المخابرات الإسرائيلية والغربية تتعاقبه وبالتالي التعاون بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية والغربية وهذا تعاون مستمر خاصة ضد إيران وضد كل من هو عربي ومسلم في هذا الشرق هذا التعاون قائم وبالتالي ليس بعيداً أن يكون هذه المعلومات في عيدي إسرائيل وفي عيدي الولايات المتحدة وفي عيدي فرنسا وفي عيدي ألمانيا وبريطانيا هذه أجهزة مخابرات تتعاون فيما بينها لمنع أي تطور علمي في الشرق الأوسط لغير إسرائيل نعم ولكن لماذا توقيت هذا التقرير الآن؟ طبعاً بعد اغتيال العالم محسن زادة ستزداد التقارير وكل يريد أن يبين أكثر ما لديه من معلومات حتى يعطي شرعية لما قام به يعني العالم محسن زادة كانت له وظيفة إدارية حقيقةً بين كل المؤسسات وكل العلماء الذين يعملون في المجال النووي ولكن لم يكن هو المطور الرئيسي أو عالم الرئيسي في التطوير هو كان منسق ومدير للهيئة بشكل عام إذن اغتياله بصفته مدير الهيئة ورئيسه بصفته عالم منفذ لابد أن تأخذ شرعية في نظر من قام بها وذلك قالوا أنه مسؤول عن البرنامج السري يعني هو الوحيد الذي يعلم بالبرنامج السري تصور أنه فيه برنامج سري وفيه بس شخص واحد يعرفه وكأنه فيش علماء آخرين يعلموا فيه وكل التقارير وكالة الطاقة الذرية وكل التقارير المخابرات العالم كلها ما شافت أنه فيه برنامج سري إلا في أذهان القيادات الإسرائيلية نعم أستاذ محمد أتوجه إليك بالسؤال باعتقادك لماذا إيران حتى اللحظة لم ترد على اغتيال محسن فخر زادة بما أن أصابع الاتهام موجهة إلى إسرائيل وكانه بشكل مباشر في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين والضيف العزيز طبعا أنا أخذ الموضوع من زاوية أخرى ألا وهي التصريحات الرسمية اليوم أو مساء أمس نجل فخر زادة فند الرواية الرسمية الإيرانية خلال حديث له مع التلفزيون الرسمي الإيراني والتي تعتمد الرواية الرسمية الإيرانية على أنه سلاح آلي رشاش يتم التحكم به من خلال الأقمار الاصطناعية تم اغتيال هو الذي هذا السلاح اغتال المسؤول الإيراني هو ليس عالما بمعنى أنه عالم كبير هو أكثر مسؤول مخابراتي في البرنامج النووي الإيراني وأن إسرائيل تتحكم بذلك القمر الاصطناعي وفند نجله هذه الرواية تماما على التلفزيون الرسمي الإيراني وكذلك تم تسريبات استخباراتية من قبل الجهات المحسوبة على استخبارات الحرص الثوري بأن جهات داخلية إيرانية ضالعة في اغتيال هذا الشخص وهي محسوبة على وزارة المخابرات الإيرانية وحكومة حسن روحاني وأن الهدف من هذا الاغتيال هو تقديم غربان لعقد طاولة مفاوضات مع الإدارة الأمريكية الحالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخامنائي أعطى الضوء الأخضر لذلك وكذلك إيران مستعدة على أن تصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية وتضحي برؤوس أكبر من هذا الرئيس وحتى حسن نصر الله فالموضوع هو أكبر مما يدار في الإعلام وما يتداول له الإعلام هو مجرد تكهنات غير دقيقة بعيدة عن الحقيقة التي حصلت نعم باعتقادك على أن هذا هو القربان مقابل المفاوضات مع الولايات المتحدة وتحدثت عن الشرخ والصراع ما بين الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الداخلية الإيرانية ولكن بما أنك توجه أصابع الاتهام إلى المخابرات الداخلية الإيرانية فلسنر أي تحرك داخلي على إثر مقتل محسن فخريزادة يعني مقابلة نجل محسن فخريزادة ليلة أمس مع التلفزيون الرسمي الإيراني هي في الواقع رسالة لمن نفذوا هذه العملية بأن الحرس الثوري واستخبارات الحرس الثوري لن تصمت أمام هذا الاغتيال وسترد عليهم واليوم أيضا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي صرح وأكد مرة أخرى بأن إيران مستعدة للتفاوض مع الإدارة الحالية إدارة الرئيس ترامب ولديهم رسائل استلموها من الجانب الإيراني بهذا الخصوص وكذلك التصريحات التي تم تداولها والتقارير التي تداولتها وسائل إعلام الكبرى مثلا موقع راديو لذاع الفرنسية الرسمية على الإنترنت باللغة الفارسية نشر مقالا مطولا وفيه تسريبات تتعلق بالتسريبات الاستخباراتية وتحدث عن خفايا هذا الاغتيال نعم السؤال موجه لك أستاذ أليف كانت قناة المنار التابعة لحزب الله قد نشرت مقاطع فيديو لطائرات مسيرة داخلت الأجوال الإسرائيلية وصورت قواعد عسكرية إسرائيلية سرا ما هذه الرسالة التي تريد أن تنشرها أو يريد أن ينشرها حزب الله لإسرائيل بهذا التوقيت بغض النظر عن موعد هذه الطائرة وهذا التصوير عن تاريخ هذا التصوير وأنا أعتقد أنه التصوير هو من الشهر الماضي نوفمبر هذه رسالة واضحة لإسرائيل بأن الحزب قدرات تكنولوجية بأن الحزب قدرات عسكرية هو قادر أن يصل إلى المواقع العسكرية من خلال طائرة مسيرة وطائرة مصيرة يمكن بعضها بعض أنواع الطائرات المسيرة لا يصور فقط وإنما هو يعني يطلق النار أيضا وبالتالي كما تفعل إسرائيل أحيانا بعمليات اغتيال من خلال الطائرات المسيرة أو قصف مواقع معينة يستطيع حزب الله أن يفعل الشيء ذاته أعتقد أن هذه هي الرسالة الأساسية التي يريد الحزب إيصالها إلى إسرائيل نعم في سؤال أخير موجه لك أستاذ محمد ما هي الفائدة من نشر الصحفة الإسرائيلية مثل هكذا تقرير بعد اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة وأنت تتحدث من وجهة نظر أخرى أنا أرى أن فائدتين أولا يريدون أن يقولون أن لدينا هذه القطرة والسيطرة أن نصل لأي شخص في العالم هذا يعني لها استهلاك داخلي والفائدة الثانية أن الجناح اليسار جناح اليسار في إسرائيل لا يريد أن تتمس ضرار كبيرة بالجمهورية الإسلامية لأنهم هم بحاجة إلى هذا الصراع المسيطر عليه بين إيران وإسرائيل الصراع الدعائي الذي نشهده هنا وهناك الموت لإسرائيل في إيران وإسرائيل تقول أنها ضحية الإرهاب الإيراني يعني هذه لعبة مكررة ليست بجديد بالنسبة لما يحصل في المشهد فهم قلقون عن الصراع الداخل الإيراني بين استخبارات الحرص الثوري ووزارة المخابرات الأمن الداخل الإيراني وحكومة حسن روحاني فهم لا يريدون أن إيران تذهب باتجاه صدام داخلي قد يصل إلى مستوى حرب أهلية أو حرب سياسية أهلية بين أجنحة النظام الإيراني نعم نعم أشكرك على هذا القدر من المعلومات الباحث والمحلل السياسي محمد المثحجي كنت معنا من لندن والشكر معصول لك الأستاذ أليف صباغ الباحث في شؤون شرق الأوسط شكرا لكم شكرا لكم